مرحباً بكم من جديد مع قناة ملخصات كتب اليوم سنتحدث عن ملخص كتاب المستثمر الذكي لبنيامين جراهم هذا الكتاب هو الكتاب الأمثل لكل من يهتم بالاستثمار وخاصة في سوق البورصة لأن هذا الكتاب يعتبر مصدراً للمعلومات التي تؤهل صاحبها لكي يكون ناجحاً في مجال الاستثمار من خلال تقديم الكثير من المعلومات الهامة جداً في عدة مجالات منها الأسهم والعملات المالية ورغم كبر حجم كتاب المستثمر الذكي فهو يحتوي على أكثر من 700 صفحة لكنه يتميز بمادته الشيقة وغزارة الإرشادات التي يقدمها للمستثمرين والتي تساعدهم على التطوير الخاص لأساليبهم وسياستهم الخاصة وجدير بالذكر أن ذلك الكتاب ليس فقط لمن يريد الدخول في مجال الاستثمار ولكنه أيضاً دليل لمن يريد أن يثقف نفسه في مجال الاستثمار وعالم الأموال بشكل عام من مؤلف كتاب المستثمر الذكي؟ بنيامين جراهم هو الأب الروحي لكل مدارس الاستثمار القائمة على القيم الحقيقية وهي المستخدمة في الاستثمار وهو أعظم المستشارين الماليين في القرى العشرين ويعتبر أيضاً زعيم التحليل المالي على مستوى العالم ويعتبر الرائد الوحيد الذي كتب في مجال الاستثمار على مستوى العالم حتى وقتنا هذا كانت بدايته مراسلاً في البورصة العالمية وول ستريت وكان يعمل لصالحة شركة هندرسون أند لو وكان عمله الوحيد في البورصة أن يقوم بكتابة أسعار التعاملات المالية على سبورة خشبية وذلك مقابل 12 دولار إسبوعياً تدرجت المسؤوليات عنده فانتقل ليكتب تقارير مالية وخلال عام أو أقل أصبح شريكاً في الشركة التي يعمل لحسابها والجدير بالذكر أنه في بداية القرن العشرين كان دخله السنوي قد تجاوز نصف مليون دولار وقد كان في ذلك الوقت قد بلغ عمراً 25 عاماً قد قام بتأسيس شركته الخاصة بالتعاون مع صديقه جيرام نيومن واستطاعت تلك الشركة تجنب الأزمات المالية العالمية مثل الكساد العالمي العظيم والحروب العالمية وقد تم فضل تلك الشركة في منتصف القرن العشرين ثم اتجه جراهام للتدريس وعمل في الفترة المسائية كمحاضر في جامعة كولومبيا وكانت تخصصه العلوم المالية كانت البداية الحقيقية لبناء ثروته الفاحشة عندما قرر أن يقوم بشراء كل استفاقات الخاسرة من سوق البورصة ما حقق له ثروة عجزت كل السجلات المالية العالمية وكذلك كل الأحصائيات للثروات عن حصرها فقد تعبدت أرباحه وتفوقت على أرباح البورصة العالمية وولستريت وهو شيء لم يحدث حتى الآن في التاريخ وقد قام بنشر مبادئه وأفكاره في كتاب Security Analysis كما قام بتاليف كتاب المستثمر الذكي The Intelligent Investor والذي يشرح فيه كيف يفكر ما هو مبدأه في مجال الاستثمار المالي كما يعتبر وارن بافت ثالث أغنى رجل في العالم حالياً وأشهر مستثمر أشهر تلميذه ولذا على كل من يريد الانطلاق في عالم الثراء أن يقوم بتطبيق سياسات بنيامين جرحام نبدأ مختصرة عن كتاب المستثمر الذكي يعتبر هذا الكتاب كبيراً إلى حد ما فقد بلغت صفحته حوالي 700 صفحة وقد صدر للمرة الأولى في منتصف القرن العشرين وأعيد صدوره بعد أن تم تنقيحه وتمت إضافة بعض الحواشي حتى صدر مرة أخرى عام 2003 أما النسخة التي صدرت باللغة العربية فذلك بعد أن ترجمت كانت في العام 2008 أما عن أهم أفكار كتاب المستثمر الذكي فهي التالية سعر مقابل القيمة وقد عرف أغراهام الفرق بين السعر والقيمة فأوضح أن السعر هو مقدار ما سوف تدفعه لتشتري ورقة مالية وأما تعريف القيمة فهي ما سوف تستلمه إذا قمت ببيع الورقة المالية السهم وقد أغضح أن الكثير من المستثمرين غير مدركين لهذا الفرق المهم فكل من القيمة والسعر لهم ارتباط وثيق ببعضهم وينصح المستثمر بالأسواق المالية عدم الاهتمام بالطبيعة الخاصة بالسوق سواء هابط أو صاعد لكن يجب أن يكون التركيز على قيمة السهم فقط القيمة الحقيقية هي أساس الاستثمار وقد خصص غراهام في كتابه لهذا المبدأ أهمية كبيرة ومعناها أنه يجب على المستثمر إدراك القيمة الحقيقية لأي شركة سواء كان سهمها منخفضا أو مرتفعا وقد أعطى مثالا ليصور مدى أهمية هذا فأوضح أن المستثمر عندما يقوم بالشراء سهم سوف يأتي له كل يوم شخصية تدعى مستر ماركت هذه الشخصية سوف تقوم كل يوم بتقديم عرض لكي تبيع ما تم شراءه بأسعار مختلفة فيوم سيكون السعر عالي وأحيانا أخرى سيكون السعر منخفض فيجب أن لا تهتم لتلك الشخصية أبدا ما دمتم مقتنع بقيمة السهم من تلك الشركة اعتبار السهم شركة قائمة بذاتها لابد من التعامل مع أي سهم على أنه أحد المشروعات التجارية الجادة وقيمته سوف تزداد كلما زادت قيمة شركته المضاربة مقابل الاستثمار يقول جراهام أن عملية البيع والشراء في أساسها هي اختيار لكن هناك بعض المستثمرين يرى أن هناك ضرورة للقيام بالمضاربة بصفة عامة دون أن يرسم خطة عمل لها ملامح للوصول إلى النجاح كانت هذه بعض المختطفات من كتاب المستثمر الذكي ننصح كل من يود الدخول في مجال الاستثمار في البورصة والأسهم أيضاً بقراءة هذا الكتاب أولاً وفهم ما يحتويه ثم بعضها الانطلاق في مجال تجارة الأسهم وأينما كانت رحلتكم نتمنى أن تكون الانطلاق دائماً تؤدي إلى طريق النجاح كونوا دائماً مع قناة ملخصات كتب ونلتقي بكم مع ملخص جديد تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو اشتري الكتاب ليصلك إلى منزلك هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب فإذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع الأصدقاء واشترك بالقناة إذا لم تكن مشتركاً ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار فور توافري ملخص لكتاب جديد مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يدي في ملخص إلى اللقاء